طيب بامر الله في الفيديو ده هكمل معاكو حل عسئلة الدرس الاول درس فريكشن فورس اكتب المعصر سينغ البروغم فعلي عندي السؤال put true in front of right statement and false in front of wrong guanzen correct it the friction force is always in the same direction of the movement أنا خطت على توني friction force هي عكس الديركشن بتاع الموفمين يعني لو الوبجيكتو بيتحرك كده فدايما friction force عكسه وبالتالي عندي default ويبقى عندي in opposite direction طيب بعد كده the friction force between two surfaces during motion is greater than during stirring يعني friction force ولو فيه surface بيتحرك بتبقى اكبر من لو هو واقف طبعا ديب true تب ليه true لان انا عندي قلت كل ما اللي بسبيد بتزيد الفريكشن فورس بتزيد فهم بيتحركوا يبقى اللي سبيد كده بتزيد لكن هم وقفين يبقى اللي سبيد بتقل صح كده فهو بيقول له friction force between two surfaces during motion يعني وهم بيتحركوا يعني لما تبقى اللي سبيد كبيرة بتبقى اكبر من friction force وهم وقفين فطبعا دي عندي true friction force is the reason for stopping anybody during ring motion هي السبب بدي بتخلي اي object يوقف اي و هو بيتحرك the pushing of an object for words is opposite by a friction force add the same direction لما انا اذوق جسمي لقدام كده ففي حاجة بتقبلة اسمها friction force بس هو بيقول لي بقى ان هي بتقبله في ايه add the same direction في نفس التجاه ولا اهي بتقبل فين فعكس التجاه او اد opposite direction طيب بعد كده الفريكشن فورس تعتمد على الا 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 ايุ الابشك لا هي مش بتعتمد على الا الا اي bless يعني انا今日 initiative مع ايğim هي تعتمد كم περι اعندها هي اللي فوق دي. فلس وبدل الشاب هنقول السيرفاس اريا. طيب. عندي الجملة اللي بعد كده بيقول لي. عندي طبعا فلس. هي فلس. انا كنا عاملينها من الجملة دي. طيب فلس ليه? فلس لان انا دلوقتي كل ما بزود السيرفاس اريا. يعني دلوقتي السيرفاس اريا كده. فكل الهوا اللي مقابلها هو ده. فكده الفريكشن فورس هتبقى قدي كده صح? يعني قدي شوية الهوا اللي مقابلنا. لكن لما خلي السيرفاس اريا كده وماشي. انا زودت الهوا اللي مقابله. وبالتالي الفريكشن فورس هيحصل لها انكريز. كل ما بزود السيرفاس اريا الفريكشن فورس اللي بتقابلها بيحصل لها انكريز. ماشي كده. يبقى باقي انكريزنج بدل دي كريز. هقول ايه انكريز. طيب. there is a direct relation between the surface area of moving object and the friction force. دي عندي true. يعني ايه direct relation? يعني لما دي تزيد دي تزيد. فهو بيقول له في direct relation بين السيرفاس اريا والفريكشن فورس. يعني كل ما السيرفاس اريا تزيد الفريكشن فورس تزيد. فطبعا عندي دي true. دي اسمها direct relation. في حاجة تانية اسمها inverse relation. يعني لما حاجة تزيد التانية تقل. هتفهموها ان شاء الله بعدين. فريكشن فورس دي كريزنج بدون رف سيرفاس. عندي طبعا دي فولس. يعني انا لو عندي رف سيرفاس. فريكشن فورس هتبقى عليلة. لا. دي هتبقى كبيرة. يبقى فريكشن فورس انكريزنج بدون رف سيرفاس. اندي دي كريزنج بدون السموث سيرفاس. يعني لو عندي سموث فانلا ان الفريكشن فورس صغيرة طيب. فريكشن فورس دي بندس only on the type of the material surface and the surface area of moving object. الفريكشن فورس بتعتمد على التايب بتاع الماتريل والسيرفاس اريا. طبعا عندي بيقولي بس هو بيقولي only. هو بتعتمد على الاتنين دول اه بس هو بيقولي only. بس يعني يعني بتعتمد عليهم هما بس. طبعا عندي دي فولس لان هي بتعتمد على حاجة كمان اللي هي and the speed of the moving object. كل دي. ماشي كده فهمتو? يبا هي بتعتمد على الاتنين دول. وعلى دي كمان. برضو دايركت يعني دي تزيد دي تزيد. وعممان كل الحاجات اللي عندكم دايركت ريليشن. ماشي? زريزا دايركت ريليشن between the speed of the moving object and the friction force عندي true. يعني كلما سرعة الجسم تزيد. كلما الفريكشن فرس ديد ايو. طبعا. is the friction force resulting from the movement of inner object through water. يبقى through water ازاي. يعني هو بيقولي اليرزيستنس دي هو الفريكشن تعتبر فريكشن فورس بس بسبب ان الحاجة بتتحرك فيه في الير لانه هو بيقولي irresistant. مش water resistance. يبقى through air. irresistant decreases when the car moves so fast. اليرزيستنس بتقل لما الكار بتتحرك بسرعة جدا. فبرضو عندي دي فولس. لان هي بيحصل لها increase. لما الكار بتتحرك بسرعة. احنا قلنا كلها اسمها دايركت ريليشن. يعني ايه دايركت ريليشن? يعني كلها بتزيد. يعني كل الفريكشن فورس بيزيد. لما اي فاكتور يزيد. يعني ايه? يعني لما السبيت بتاعت الكار يحصل لها increase. الفريكشن فورس يزيد. لما السيرفس ايه يحصل لها increase. الفريكشن فورس يزيد. وكذلك irresistant. نفس الكلام. ماشي? فبيقولي irresistant decrease. هنقول لا. بعد كده هقولنا surface area of the object that is exposed to the air. increase. the air resistance of its movement decreases. نفس الكلام غلط. احنا قلنا كلها هنا. هو بيقولي هنا increase. يبقى هنا كمان increase. لان كلها direct relation. ماشي كده. دي increase فدي increase. طيب. by increase the by skill speed. كلما ازود سرعة العجلة. irresistant increase عندي true. لانها كلها direct relation. ماشي? بزود سرعة العجلة يبقى irresistant increase. rockets and aircrafts have a rectangle shape. لها شكل ريكتانجل. لا طبعا احنا بنقول عليها ان لها حاجة اسمها streamline shape. يعني شكل كده بشكل كويس. طب ليه يعني ايه السبب? عشان يقللوا. بدل مسلا ما تبقى العربية من قدام كده او الروكت من قدام عريض كده بيخلوه رفيع. علشان يخلوا ايه الارزستنس اللي جاي عليه صغير. يعني بصوا كده تخيلوا. ده مسلا يكون شكل الصاروخ اللي هو الروكت ولا ده شكله? لا ده يبقى شكله ليه? علشان من قدام يبقى كده رفيع فما يقابلش هوا كتير. فبالتالي الارزستنس عالته بقى قليلة. ويبدأ يمشي كويس. بعد كده. بعد كده. بعد كده بيردس اند بيتس ستريتش ديروينجيس ديرينج لاندينج تو ديكريز اير رزستنس. هم بيفريدو جنحاتهم علشان يقللوا الارزستنس؟ لا. هما بيفريدو جنحاتهم علشان يزودوا الارزستنس طب ليه? عايزين يزوده الارزستنس علشان يقدروا يقفوا. ما الارزستنس دي هتبطق حركتهم. هتخلى حركتهم تضعة. فوهم بقى بيعملوا لاندينج. وهما نزلين بيبقوا عايزين حركتهم تضع عشان مش يقع يتعوروا. زي برضو الراجل بتاع الارزستنس. ماشي كبيرة هيبدأ ينزل بالراحة بدل ما ينزل بسرعة ماشي كده يبقى هنا تو انكريز ايرزيستنس هو انزل بارشوتست اهو اوب انزل بارشوت لما بيفتح البارشوت بتاعه ايرزيستنس دي كريز لا هو لما بيفتحه اليرزيستنس بيحصل له ايه انكريز علشان كده بيبدأ ينزل ببطء ويبدأ ينزل كويس من غير ما يتعور طيب زا موفينج كور از افكتت باي ا massage in the same direction. of it's moving M потet columna in the same direction احنا قولنا ان ال preficture force او اليرزيستنس or water oirescencecare. او heelside in opposite direction. في اتجاه عكس اتجاه الموت. ماشي كده. يبقى عندي opposite direction. طيب The streamline shape of the shape increases water resistance The streamline shape بتزود water resistance لا The streamline shape يعني بدل ما هي معمولة تتعمل عريضة كده تتعمل رفيعة شوية علشان تقلل water resistance تتعمل مثلا رفيعة من تحت عشان تقلل water resistance فهنا هي بتعمل ايه بتعمل decrease water resistance تتعمل بشكل كويس عشان تقلل water resistance water resistance increases by increasing the surface area of the moving object عندي طبعا true كل ما بزود الموفينج area كل ما زود السيرفس area السطح اللي متعرض للوطر كل ما الفريكشن عليها تبقى اكتر لانها هيبقى جاي علي موية اكتر وبالتالي الفريكشن عليها يبقى اكتر اللي هو عندي الفريكشن هنا اسمها water resistance ماشا كده طيب عندي بعد كده write the scientific terms the force that slows down the moving object and its effect is in the opposite direction of the object movement عكس الموفمت فضبعا هو الفريكشن فورس هو بيقول لي هي the force اهو يبقى فريكشن فورس ماشي كده the force that arises between two surface when one of them slides over the other نفس الكلام الفريكشن فورس لما يعني بتتأثر ما بين اتنين two surface لما واحد منهم يحصل له سلايج يتزحلق على التاني كده فده برضو الفريكشن فورس the force acts in the opposite direction of the movement force برضو فريكشن فورس نفس الكلام طيب the friction force between air and moving object through it هقول الفريكشن فورس لا هو بيقول لي نوع الفريكشن فورس اللي بتوين ال air والموفينج object طيب ما اير يبقى air resistance بعد كده the force that opens the movement direction of the parachute the parachutist اللي هو الراجل اللي بيركب اللي بيلبس ال parachute طيب هو بيقول لي opposite يعني ضد زي opposite كده ماشي ضد الموفمينت بتاعت direction of the parachutist المفروض اه يعني هو الفورس اللي بتأثر عكس اتجاه الحركة بتاعت الراجل اللي اللي لابس ال parachute فانا مش هقولي friction force لان هو هنا في ال air انا عندي friction force 3 حاجات عندي friction force air resistance water resistance friction force انا بتكلم لما بتكلم عن two solid object اتنين solid مع بعض كده ماشي طيب air resistance لو بتكلم عن object ماشي في الهواء ماشي في ال air water resistance لو object ماشي في الماء طب ده الراجل دوت هو بيقولي ال parachute ال parachute ال parachute ده راجل بيطير في الهواء صح اي كده وبالتالي الفورس دي هسميها air resistance طيب the relation between the surface area of moving body and the air resistance relation كويس او السؤال ده relation اللي بين the surface area of moving body اللي بين the surface area و air resistance يعني ايه يعني ايه اللي هيحصل ال resistance لما مثلا ال surface area يحصل له increase ال resistance يحصل له increase يعني الراجل اللي هو نازل كده لما يفرد ال parachute هاي السرفس اريا هيزيد صح وبالتالي ال resistance اللي قبله هيزيد فهو بيقولي ال relation دي اسمها ايه هنقول اسمها direct relation يعني علاقة direct ترضية ده ما دا يزيد دا يزيد يبقى direct relation it is a friction force the movement of any object through water يخلال الوطر يبقى water a water resistance هي friction force لما الجسم بيتحرك في الوطر a force opposite the motion of a boat in the river القوة اللي بيتعاكس حركة البوت حركة القارب في الريفر في النهر فقولنا هي تعتبر any force اللي هي ال a هنقول friction force بس انا بيتكلم في الوطر فالوطر تبقى ايه تبقى water resistance a force increases when the speed of swimmer through water increase بتزيد لما ال speed بتزيد بس speed بتعمين بتاع swimmer راجل سباح راجل بيعون في المية through water تبقى ايه يبقى water resistance طالما بص بيسألني عن force فانا فكر اما اما friction force اما air resistance اما water resistance friction force لو بيقولي to solid the object water resistance لو بيقولي ان ال object بتحرك في الوطر irresistance لو بيقولي ان ال object بتحرك في ال air فاهمتوا كده؟ طيب ندخل على complete complete the following statement the force of space actis in the opposite direction يبقى الفرص بتاعت الايه الفريكشن بتأثر actis يعني بتأثر ازاي effectis كده بتشتغل in the opposite direction of an object motion ففي اتجاه عكس اتجاه اللي الجسم بيتحرك فيه the force between two surface and contact is cold الفرص اللي بين two surface and contact يعني متصلين ببعد برده اسمها ايه friction force طيب the force that slows down the object motion is cold نفس الكلام اللي بتبطق حركة الجسم مش هي برده اسمها friction force طيب the effect of the friction force is in the space direction of the object movement the effect بتاع التأثير او effect sorry effect بتاع الفريكشن فورس بيبقى مع اتجاه الحركة ولا عكسها احنا هقولنا دايما ان الفريكشن فورس دا دايما عكس الحركة يعني دايما بيشدوا ان يبطقوا او يوقفوا يبقى in the opposite direction the reason for stopping a pull after pushing it on ground is السبب ان لما انا زق كورة او باليا كده انها بتقف بعد شوية ايه السبب؟ هو الفريكشن فورس اللي بينه اللي بين السيرفس اريا بتاعت البول اللي بين الكورة يعني وبين الجراوند ماشي كده when a rubber pull touches a sandy floor space erases لما لما تلمس لما عندي كورة مطاط تلمس الرملة sandy floor ارض على الارض رملية الفريكشن فورس اللي بتظهر يبقى friction force يبقى friction force erases بتظهر ماشي كده لان انا عندي ادي مثلا سيرفس و ادي سيرفس ثاني رفة مثلا زي الساند ففيه كده هيحصل friction force بينهم طيب anybody moves when space force is smaller than space force اي باضي بيتحرك لما يكون انهي فرس اكبر هل تتوقعه الفرس بتاع الموفمينت او الفرس بتاع الفريكشن اكبر طبعا الفرس بتاع الموفمينت عشان كده تحرك لكن لو كانت الفرس بتاع الموفمينت اصغر من الفريكشن فورس كان الوبجيكت ده وقف مقدرش يمشي يعني لو كانت الفريكشن فورس كبيرة اوي لدرجة انها هتوقف الجسم كان الجسم ما تحركش صحي كده فهو بيقول لي بيتحرك لما مين يبقى اصغر من مين لا لما يبقى الفريكشن بقى اصغر من الموفمينت عشان كده الجسم تحرك يعني الموفمينت اكبر فعشان كده تحرك لكن اللي يقول لي مثلا لما الابجيكت يقف معنى كده ان الفريكشن فورس دي كبير اول درجة انها قفيت وما قدرتش يتحركوا فهمتوا كده وما قدرتش الجسم يتحرك لما بطل تبديل بتاع العجلة لغاية ما توقف بسبب ايه الافكت بتاع فريكشن فورس ماشي كده احنا بنكال اوه عن فريكشن فورس من الفاكتورز بتأثر على الفريكشن فورس هم تلاته عند السبيد بتاع الموفينج اوبجيكت عند السيرفاس اريا صحي كده نوع السيرفاس يبقى عندي السبيد وفزا موفينج اوبجيكت عندي السيرفاس اريا اكسبوز تو هنقول عليها السيرفاس اريا وخلاص ماشي كده وعندي حاجة كمان اللي هي طيب اوفزا سيرفاس طيب اوفزا تو سيرفاس كل ده بيقص على فريكشن فورس طيب سبيس انكريزز باي انكريزز باي انكريزز سيرفاس اريا اوفزا موفينج اوبجيكت لما بزود السيرفاس اريا مين اللي بيزيد الفريكشن فورس على طول بقى طالما بيسألني عن فاكتور بتاع من الفريكشن فورس فيبقى هي طبعا هي اللي بتزيد مش ده فاكتور زيومي بيقصرها على فريكشن فورس اللي هو السيرفاس اريا فريكشن فورس انكريزز باتوين سيرفاس وبيحصل لها ايه بتوين السيرفاس اللي هي بتبقى سموس بتبقى نعمة يبقى ديكريزز علشان هو هنا كان حاطتلي انكريز فبنفس الطريقة يعني the value of space between two surface the dependence on the type of material of post surface الفاليو اللي هي القيمة بتاعت ايه بتعتمد على نوع السيرفاس او بتعتمد على نوع السيرفاس الفاليو بتاع الفريكشن فورس بتعتمد between two surface يبقى الفاليو of friction force between two surface اللي احنا ما بناخدش غيرها the dependence on the type بتعتمد على الطيب بتاع الماتيريال of post surface the friction force between air and the object the object that moves through is cold space the friction force نوع friction force اللي بيكون بين ال air وال object وعلى طول اسمها ايه اسمها air resistance بين ال air وال object اللي بيتحرك جوه air resistance actus in the space to the movement direction دايما بتأثر في ايه لما يقول لي actus يعني بتأثر او بتتمثل في ايه اقوله في opposite direction يبقى في opposite هو بيقول لي opposite to فهو opposite to movement direction لانه حططت لي direction في الاخر يبقى air resistance actus in opposite to the movement direction طيب by increasing the speed of the car air resistance بيحصل لها ايه على طول مش هي قولنا كنا كلها direct relation فلما زود حاجة الحاجة ال air resistance بيحصل لها increase كمان الحاجة التانية يعني بتزيد زيها طيب air resistance space when the car of bicycle moves سلولي لما الكار او بيسكل او بيقول لي الكار او بيسكل عادي لما الكار او بيسكل تتحرك بالراحة كده فال air resistance ستبقى عليها ايه صغيرة يبقى decrease لكن لما يتحرك بسرعة يبقى ال air resistance اللي علاقته بقى كبيرة all car bodies are designed in streamlined shape to reduce كلها معمولة في streamlined shape يعني كل الحاجات ديت معمولة في streamlined shape يعني باشكال مميزة وكويسة واشكال ثيابية يعني مش مميزة يعني حلوة اشكال ثيابية بمعنى يعني ايه ان يخلوا surface area بتاعتها صغيرة عشان يقللوا ايه يبقى عشان يقللوا all car bodies air resistance خلي بالك من ديه مش هنقول عشان يقللوا friction force لان هو بيقول لي الجسم العربية مش the tires يعني الجسم بتاعها نفسه فالجسم بتاعها معمول بال stream line عشان هو ماشي في الهوى كده فعشان يقللوا air resistance لكن لو قال لي مثلا tires مصنوع من مادة معينة مثلا tires اللي هي الإطارات فالإطارات دي خاصة بال friction force يبقى العربية دي ممكن اطبق عليها حاجتين friction force بين العجلات بتاعت الارض والارض وال air resistance بين هيكل العربية أو بين جسم العربية والهوى فهمتوا كده؟ فممكن نطبق عليها الحاجتين فهنا بيقول لي الباضيز الأجسام فالأجسام دي هتبقى ماشية في الهوى صحي كده اللي هو جسم العربية من قدام ده هيبقى اللي هيقابله هو الهوى فبالتالي ده يبقى السبب هنا air resistance روكتس روكتس space and space are designed in streamline shapes 2 يبقى الروكتس عندي مثلا ونيو كارز والايركرافز اللي هي الطيارات أو المركبات عموما are designed in streamline shapes عشان يعملوا ايه؟ عشان يقلل ال air resistance يبقى to reduce air resistance دي عندي اجزامبل لها يعني في بيقول لي الروكت و ايه و ايه كمان طيب birds and beds have space to decrease air resistance البردس والبتس ليهم ايه؟ علشان يقلل ال air resistance يطرى ليهم ايه؟ ليهم streamline shape شكل ايه؟ انسيابي يبقى streamline shapes to decrease air resistance طيب parachutist opens the parachute and birds stretch their wings البرشوت الراجل بيفتح البرشوت بتاعها والبردس بتفرج جناحاتها عشان ايه يعني to increase عشان يزودوا ايه يركزوا معايا بقى دي that accordingly increase the space هم ايوه عشان يزودوا ال air resistance بس انا عندي اتنين هنا فهم عايزين يزودوا ايه؟ فيزودوا ال air resistance هو لما بيفتح جناحه هو بيزود حاجة اسمها surface area صح كده؟ وبالتالي ال air resistance بتزيد عشان كده هنا هنقول له to increase الاول surface area عشان يزود surface area ومنها بقى end accordingly وبالتالي بقى هيزود ال air resistance فبيبدأ بقى ايه؟ ان هو ينزل بالراحة مش هينزل بسرعة فبالتالي ايه؟ مايتعورش when a body moves through water through water it is affected by water resistance هيتأثر بالايه؟ بالwater resistance لانه بيقول له through water طيب the resistance of water is in a direction resistance بتاع الwater برضو ال direction بتاعها ايه؟ opposite اول ما اشوف كده direction فاعرف انه بيتكلم عنا opposite direction ماشي كده؟ the friction force between water and the object that moves through is cold اللي بين الجسم والwater يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها water a resistance the movement of fish or ships through water in the opposite direction to there الحركة بتاعت الفيش او الشيب خلال الwater بتبقى بتقابلها حركة عكسها بتاعت ايه بقى الحركة اللي عكسها دي بتاعت الwater resistance space and space are the factors affecting water resistance and the irresistence space and space are the factors affecting water resistance and the irresistence في اتنين بوصوا the friction force بيأثر عليه 3 factors the friction force اللي هو الاولاني اللي بين ال solid والسولد بيأثر عليه 3 factors speed بتاع moving object وال surface area وال type of the surface ماشي كده؟ لكن بسم الله the water resistance وال irresistence ما بيأثرش عليهم غير دول اللي هي speed بتاع moving object وال surface area طب ليه النوع التالت ده ما بيأثرش عليه؟ لانه لانه اللي بأقول لكم الطيب فده نوع 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 السيرفس لو solid مثلا فيه اكتر من نوع من surface فيه مثلا surface smooth زي glass 3 surface rough زي sand فعشان كده في في عامل تالت بيأثر انما في ال irresistence والwater resistance وفيش غير عاملين بس لان ايه؟ لان ما فيش حاجة اسمها type of surface لان السيرفس هو حاجة واحدة بس اللي هو ال air فهمتوا كده؟ أو ال water في الحالة التانية فعشان كده بس عشان مش تتلغبطوا ما عنديش غير دول surface بيأثروا على ال water resistance او ال irresistence اللي هما ايه؟ اللي هو ال speed بتاع moving object وال surface area ماشي كده؟ يبقى هنقول هنا speed of moving object ويه surface area هم دول الفاكتورز بيأثروا على water resistance و air resistance fish have stream line shapes 2 علشان ايه؟ علشان يقللوا دايما كده to reduce أو decreases air resistance علشان هو بيقول الفيش فطبعا الفيش هقول ال air ازاي؟ الفيش هقول ال water يبقى water resistance resistance دي كده كلمة الوحدة resistance و دي water اللي واحدة طيب by increasing the speed of shapes in water the space increases and vice versa لما زود ال speed بتاع الشب اللي مشي اللي هيزيد ال water resistance هيزيد يبقى water resistance and vice versa والعكس صحيح يعني يعني برضو ان كل ما قللها ال water resistance هتقل في عامين كده كل ما زودها هتزيد كل ما قللها هتقل دي معناها ان vice versa العكس صحيح يعني ماشي كده طيب خلاص كده تكون حلنا لغاية اسئلة ال complete هنحل بقى الدرس التاني على طول وبعد كده ندخل على ال work sheets ماشي كده ترجمة نانسي قنقر